ده إيه ساعدتك بقى ده بقى حيك الليزر اه الليزر احنا احنا بنعمل في حاجة اسمها الجامري كونتور او الناس اللي عندها جامل سمايل اه ده ليزر ما بعملش حاجة ليه شد نفسي كده ده بصي هيمشي على لسنة ايوه هيمشي على الجزء اللي زايد ها هتتشال ميزة الليزر ايه بس بشرط عشان دايما انا بحب ايه انا دكتور مش بياع عشان الناس اللي ما بقول ايه هنعمل الليزر تلاقي كل الناس جاينا هعمل الليزر لازم تكون الليزر اللي هتعمل بالليزر نوع معين وما ينفعش يكون في تحتها زوايد عظمية كتير لو في زوايد عظمية كتير يبقى هلجأ للجراحة ودي بتبقى نسبة لو حتى نسبة 10-20% يعني في 80% من الناس مستفيدة من التكنيك ده والليزر ده بيهو كهنور حالس بقى بصي الليزر بقى هو قصة النازل ايه؟ الليزر ده بيطلع البالس ركزي بقى في الحتة دي اعزم ركزة هو السرعة توصيل القلم من عند الليزر للمخ ليه وقت تمام؟ مايبتاخد وقت مايراحة في طريق ماشيها في سكة كده اللي هو طول العصب ده وبتمشي فيه تمام؟ البالس بتاع الليزر اسرع من التوصيل ده فلما بيعمل بطريقة مانق بس لازم يكون دكتور برده قطر قوي يعني؟ لأ هو ده مش غيرش غير ده يعني اهنا عندنا اللي بيعمل ده بيدي محاضرات في ألمانيا في جامعة أخن في الليزر الليزر زي بصي التكنولوجي الحديثة عامتاً يعني النور اللي بيحصل ده ايه دلوقت يا نور؟ ولا حاجة انت شايفة حاجة في حاجة بدايك دلوقت يا حبيبي خدت بالك انت شالت بصي من غير دم فهمة ان هنا احنا عملنا ازالة لسه من غير بليدي ده بق ايه راجل اكيد اللي قعد ساكت تايعي ايه ويه راجل ستها تجري تسيب كل شي وتجري بابا مش حاسة بحاجة اخد بالك كل ده هي مش حاسة بحاجة انا قلتلك ان سرعة البولس بتاعة الليزر اسرع من سرعة النقل القلم نفسه طب والاختراع اللي انت وهت هنا ده لي اي يعني بعد العملية حاوب مكونش سقع مكونش سخن ميزة الليزر ايه؟ ميزة الليزر انه هو بيقطع وبيكوي فبتالك جرح يتفتح وتقفل في نفس الوقت يصرعلي الهيلينج يصرعلي الالتقام ده نعملوا لك حاجات حاجة الوليه عاملوا ليه عاملوا الشكلة عايت ده نعملوا لك حاجة دمينة بيصرع ده ما فيش ده اخف حاجة في طب الاسنان ده ليزر بيشيل لسه بتخافي من ايه؟ فاول حاجة التقام اسرع بنتجنب الانفكشن او العدوى لان الجرح مبقاش مفتوح تمام؟ والبين اقل مفيش بين تقريبا يعني بينلس بلادلس يعني كلها حاجة كده بينلس مفيش قلم بلادلس مفيش بليدي والهيلينج سريع فدي مستو بس لازم الدكتور اللي يقرن ان الحالة تتعامل ليزر مش اي حالة بقى جاية عندها عدم قد كده واللسه ثيك قوي مش هتنفع يعني مش هينفع استخدم الليزر في كل حاجة ما قرر ده بقى الكشف او الدايجنوزز الكشف اقول الحالة دي لا دي ليزر لو مش ليزر بقى بتعملها ايه؟ بتعمل المشرت ما بيوجعش والله العظيم خالص والله ابدا احلفلك عندنا نفيديوهات تانية تقوشوا الفيديو اللي بعدو